هل في إيجابيات مثلاً على الشركات الصغيرة فكرة الحد الأقصى والحد الأدنى للإدعاة ممكن يأثر على الحركة اليومية للشركات دي؟ طبعاً لأن الشركات الصغيرة ومتوسطة بطبعتها هي المعاملات بتاعتها مش كبيرة مش كلها بتتم بشكل إلكتروني لأن احنا زي ما قلنا الشمو المالي احنا بنتكلم 56% ووصلناهش لـ 80% و90% آه كنا 33% بقينا 56% فبالتالي في جزء تاني برا المنظومة فالجزء اللي برا المنظومة دوت بيتعامل بشكل كاش فمحتاج يبقى فيه سيولة فأنا دلوقتي مع الشركات الصغيرة المتوسطة اللي هي الحاجات الزغيرة دي هتقدر أنها تقدر تتعامل مع البنوك تقدر تسحب منها المبلغ اللي هو 150 ألف مش هيكون مبلغ أولاية الخالص لأن احنا تريبل الرقم احنا كنا 50 بقينا 150 فبالتالي ده هيخليهم يقدروا يتوفر لهم سيولة بشكل كبير وفي وقت مش كبير خالص بالنسبة لهم طيب عندي سؤال وده سؤال 90% من الناس سعر الدولار ممكن يتأثر بقرارات معينة من البنك المركزي المصري أو المتوقع في الفترة اللي جاء تمام طبعا إحنا البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية كان بيحاول يحافظ على سعر العملة يعني عدم الخفاض الجنيه المصري أمام الدولار طبعا مع الأزمة اللي حصلت وأن طبعا إنت معوم الجنيه من 2016 فبالتالي إنت سيبه للعرض والطلب إحنا دلوقتي العلم كله في أزمة وإحنا بنوفر أغلى باحتياجاتنا بالدولار وإحنا دلوقتي عندنا احتياطي آه نتكلم في 33 مليار بس إحنا عندنا ضغوط على استراض العديد من السلع عشان يوفر الاحتياجات والسلع الأساسية والاستراتيجية فبالتالي ده ممكن يضغط بشكل كبير على الدولار ممكن يتحرك سعر الدولار برضو وفقا لأليات العرض والطلب وفقا للاحتياجات اللي احنا بنحتاج نوفرها للمواطن لأن برضو إحنا عندنا فيه دعم كبير بمقدم من الدولة ففي خلال العديد من السلع عندنا ما زلنا لسه فيه طبعا شايفين القمح والخبز كل دوت جوا دعم لسه البترول برضو مش كله محرر سعره لسه كل ده دعم فبالتالي انت في ضغوط عندك على الدولار مع الأزمة اللي احنا مش يعني أزمة الحرب الحالية اللي هي كان بشكل أساسي أثرت على أزمة أمن غزائي تحديدا وزيادة في أسعار الطاقة فبالتالي أنا عندي ضغوط الدغوط دي مع الوقت في الفترة اللي هنقول المتوسطة الأجل وارد جدا أنها تأثر على سعر الدولار ممكن يرتفع بس مش بالنسبة الكبيرة زي ما نسروا يعني بتقول 30 وأنا سمعت أرقام غريبة وقولهم لا مش هنوصل للرقم ده خالص و25 بالسرعة لا مش هنوصل بالسرعة دي وارد النوع يرتفع بس هيكون بشكل تدريجي حسب الوردات بتاعتي واستندرات في نفس التوقيت